بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم في عرض تقديمي جديد لأحد مواضيع الإحصاء وهو بعنوان كيف نطبق تحليل التباين الثنائي بوجود تكرارات وذلك باستخدام برمجية الإكسل How to perform ANOVA Two Factors with Replication بداية قبل تطبيق هذا التحليل من التباين يجب التأكد من أن خاصية Data Analysis Tool Pack already معرفة في برمجية الإكسل أو برنامج الإكسل إذا لم تكن معرفة فعملية تنزيلها عملية بسيطة يمكن اتباع الخطوات السريعة التالية بداية نضغط على الفايل في الصفحة الرئيسية لبرمجية الإكسل بعد الضغط على الفايل تظهر هذه الشاشة نختار الخيار Options وبعد اختيار الخيار Options تظهر لنا هذه الشاشة الخاصة بالخيارات الموجودة في برمجية الإكسل نختار من المجموعة أو القائمة لليسار نختار الأناليسيز تول باك ثم نضغط على Go في الأسفل تظهر لنا هذه الشاشة الخاصة بالAdd-ins نضع تيك على جانب الاناليسيز تول باك حتى نختارها ثم نضغط OK بالطريقة هذه يكون هذه الخاصية قد تم تنزيل لتأكد من أن هذه الخاصية أصبحت موجودة في برمجية إكسل نضغط على Data Tab الموجودة في أعلى الشاشة الرئيسية لبرنامج إكسل ثم نضغط على Data Analysis الموجودة في أقصى يمين البرنامج بعد الضغط على Data Analysis تظهر صندوق الحوار الموجود في الأسفل وفيه مجموعة من أدوات التحليل الإحصائية مثل Anova Single Factor طبعا تم استعراض هذه الخاصية أو هذا النوع من التحليل في عرض تقديم السابق Anova Two Factor with Replication Anova Two Factor without Replication Correlation, Covariance إلى آخرين طبعا لاحظ هنا بالنسبة لAnova Two Factor هناك خياران Anova Two Factor with Replication بمعنى وجود تكرارات أو Anova Two Factor without Replication بدون وجود تكرارات معنى كلمة وجود تكرارات أن هناك أكثر من أكثر من مشاهدة موجودة في كل مجموعة من مجموعات التجربة أما إذا كانت هناك فقط مشاهدة واحدة ففي الحالة هذه نختار Anova Two Factor without Replication ثم نضغط على الأوكي المسألة التي سيتم التطرق لها هناك مهندس يتوقع بأن السطح النهائي لمعدن معين لقطع معينة يتأثر بنوع الدهان المستخدم ووقت التشفيف إذن عملية الحصول على سطح بيدهان بجودة معينة هناك Two Factor عاملان العامل الأول هو Type of Paint نوع نوع الدهان المستخدم والفاكتور أو العامل الثاني هو Drawing Time إذن المسألة هنا يوجد لدينا Two Factor إذن هنا نستخدم الأنوفا Two Factor He selected Three Drying Times اختار ثلاثة أوقات للتشفيف عشرين دقيقة وخمسة وعشرين دقيقة وثلاثين دقيقة إذن هذه مستويات العامل الخاص بوقت التشفيف إذن عدد مستويات هنا ثلاثة And use Two Type of Paint استخدم نوعين من الدهان إذن عدد مستويات العامل الخاص بنوع الدهان إذن يوجد لدينا مستويها Three Parts are tested إذن تم اختيار ثلاث قطع لكل مجموعة من مجموعة التجربة With each combination Paint Type and drying and drying المطلوب تطبيق Conduct the two-way ANOVA طبعا باستخدام برمجة Excel لتفحص أو لاختبار الفرضية عند مستوى الدلالة خمسة بالمئة إذن ألفا قيمة مستوى الدلالة خمسة بالمئة البيانات موجودة في الجدول السفلي إذن لتوضيح هذه البيانات هذا الفاكتور أو العامل الأول وهو Paint Type نوع الدهان طبعا يوجد مستويان لنوع الدهان النوع المستوى الأول هو الدهان من النوع الأول والمستوى الثاني هو الدهان من النوع الثاني أما بالنسبة للعامل الآخر أو الفاكتور الثاني فهو Drawing Time أو وقت التجفيف بالدقيقة وفيه ثلاث مستويات المستوى الأول هو وقت التجفيف قيمة أو مدة 20 دقيقة المستوى الثاني لهذا الفاكتور هو الوقت الثاني وقيمة 25 دقيقة والمستوى الثالث لهذا الفاكتور هو الوقت التجفيف وانقداره 30 دقيقة على سبيل المثال البيانات الموجودة في هذا الجروب طبعا هنا عدد Replications هو ثلاثة بمعنى آخر هذه الثلاث قطع تم استخدام الدهان من النوع الأول مع وقت تجفيف مدة 20 دقيقة فكانت مقدار جودة الأسطح بعد استخدام الدهان ووقت التجفيف 20 دقيقة 74 و 64 و 50 إذن هذه هي المسألة الآن نستخدم نستخدم برمجية الإكسل لحل هذه المسألة هذه البيانات الخاصة بالمسألة إذن الخيار الأول نضغط على Data Tab الموجودة على برمجية الإكسل وفي أقصى اليمين نضغط على Data Analysis بمعنى تحليل البيانات تظهر لنا شاشة أدوات التحليل وفيها العديد من أدوات التحليل على سبيل مثال Anova Single Factor وقد تم توضيح هذه الخاصية في عرض تقديم سابق Anova To Factor With Replication وهي المسألة التي نتطرق لها Anova To Factor Without Replication بمعنى لا يوجد إلا مشاهدة واحدة لكل مجموعة Correlation الارتباط Covariance Descriptive Statistics بيانات أو إحصائات وصفية إلى آخر طبعا نختار هنا Anova To Factor With Replication ونضغط على الأوكي هنا يسأل بالنسبة للإنبوت أو معطيات المسألة مطلوب تحديد أين معطيات المسألة طبعا نختار الخلايا الموجود فيها البينات بالإضافة إلى عنوان كل مجموعة من المجموعات Rose Per Sample بمعنى آخر كم عدد المشاهدات لكل مجموعة طبعا عدد المشاهدات لكل مجموعة هو ثلاثة قيمة ألفة مستودلة هي خمسة بالمئة ويمكن تعديلها Output Option الخيارات الخاصة بالمخرجات أو النتائج التي سيتم الحصول عليها إذا أردنا إظهار النتائج في نفس هذا الشيط نضغط تيك على الخيار الأول وهو Output Range ونختار أين نريد أن تبدأ النتائج بالظهور إذا أردنا النتائج أن تظهر في ورقة عمل أو ووركشيت آخر نضغط على الخيار الثاني وإذا أردنا أن تظهر النتائج في ملف مستقل لإكسل نضغط على الخيار الثالث وهو New Workbook لنجعل النتائج موجودة في هذه الصفحة إذن Output Range نحدد أين Output Range فعلى سبيل المثال لو ضغطنا على الخلية G1 إذن تم تحديد الخلية G1 لتظهر عندها النتائج إذن تم تحديد الخلية G1 نضغط OK فتظهر هذه النتائج إذن هذه هي النتائج الخاصة بتحليل التباين الثنائي أو Two Factors Anova Two Factor With Replication هنا الموضوع موضوع التحليل وهو Anova Two Factor With Replication هنا في البداية جدوى الخاص ب ملخص لبعض البيانات الإحصائية للبيانات الموجودة في المسألة فعلى سبيل المثال البيانات الخاصة بالPaint One والDrying Time T1 هي هذه البيانات Count طبعاً هنا ثلاثة وهي هذه الثلاثة الصم بمعنى مجموع هذه المشاهدات الثلاثة الأبرج المتوسط لهذه المشاهدات وبساطة نقسم مجموع المشاهدات على عددها ثم الVariance أو التباين لهذه المشاهدات بالنسبة للمجموعة الثانية وهي التي تم استخدام فيها الدهان الأول مع وقت التشفيف الثاني T2 هنا تظهر النتائج إذن عدد المشاهدات الثلاثة ومجموعة المشاهدات 178 والمتوسط هو 59.3 بالعشرة والتباين أيضا موجودنا 122.3 وبنفس الطريقة هذه الخاصة ب وقت التشفيف الثالث والدهان الأول إذن هذا الخاص بالPaint 1 أما بالنسبة للPaint 2 فهذه البيانات هي البيانات الخاصة لوقت التشفيف الأول عددها ثلاثة مجموعة 246 توسط 82 والتباين 256 هذه البيانات هنا خاصة ب استخدام الدهان من النوع الثاني ووقت التشفيف الثاني هذه البيانات هنا هي البيانات الخاصة باستخدام الدهان من النوع الثاني ووقت التشفيف الثالث وهنا طبعا المجموع الكلي لبينت ون وهنا المجموع الكلي لبينت تو طبعا في الأسفل هنا بمعنى آخر هذه المجموعة هنا عدد البيانات فيها ستة ومجموع 434 والأفريج 72 والتباين 1232 وهي ببساطة البيانات الخاصة بوقت التجفيف الأول أو بمعنى آخر T1 29 أما هذه البيانات هنا فهي مرتبطة بالبيانات في الجدول في المسألة هذه البيانات والنتائج الأخيرة هنا هي النتائج الخاصة بهذه المشاهدات إذن هنا يوجد ملخص للعنصرين أو two factors في الأسفل هنا جدول تحليل التباين الأنوفا لنأخذ نسخة من إذن هذا جدول تحليل التباين source of variation مصدر التباين طبعا هنا يكتب السامبل طبعا السامبل هنا المقصود فيه هو الفاكتور الأول وهو الباينت بمعنى آخر يمكن هنا كتابة أو تحديد مصدر التباينت معنى كلمة سامبل وهو الباينت أما المصدر الثاني وهو الكولم الكولم هنا لدراينغ تايمز يمكن كتابة هنا أو تحديد هذا الفاكتور إذن دراينغ تايمز طبعا هذا المينفاكتور وهذا المينفاكتور هناك مصدر للإنترآكشن أو للتفاعل ما بين هذين العاملين وهناك الوذن أو ما يسمى بالإررر إذن هذه قيام للأس أس للفاكتور الأول والثاني والإنترآكشن للتفاعل وللخطأ وهذا هو المجموع الكل لمجموع المربعات مجموع الأس أس أو الأس أس توتل هذه درجات الحرية واحد هي درجة الحرية الخاصة بالفاكتور الأول وهو البينت طبعا لاحظ البينت لدينا هنا مستويان إذن درجة الحرية الخاصة بهذا الفاكتور هو اثنان ناقص واحد وتساوي واحد بالنسبة للفاكتور الثاني وهو الدراينج تايمز يوجد ثلاث مستويات إذن درجات الحرية تساوي ثلاث ناقص واحد وتساوي اثنان والإنترآكشن هنا نضرب درجات الحرية للفاكتور الأول في درجات الحرية للفاكتور الثاني ونحسبها بهذه الطريقة والتوتل طبعا لدينا بسبعة عشر المين سكوير متوسط المربعات هذه هي متوسط المربعات وهذه قيمة F المحسوبة طبعا قيمة F الخاصة بالعامل الأول يتم الحصول عليها بقسمة المين سكوير لفاكتور الأول على المين سكوير للإررور فقيمة F تقريبا 1.9 بالنسبة لل العامل الثاني قيمة F نوعا ما صغيرة قيمتها حوالي 73 بالألف أما بالنسبة للتفاعل فقيمته تقريبا 25 و 26 بالألف قيمة لبروبابيليتي هنا probability value المقصود ب لبروبابيليتي فاليو هنا كم تبلغ مقدار المساحة الموجودة على يمين قيمة F على سبيل المثال للعامل الأول عند درجة حرية أولى قيمتها واحد ودرجة حرية ثانية قيمتها اثناش إذن المساحة هنا تقريبا 19 بالمئة بينما للعنصر الثاني تقريبا 92 بالمئة أما بالنسبة للإنتر اكشن فالمساحة تقريبا 25 بالألف وهنا قيمة F critical قيمة F الحرجة طبعا كيف يتم الحصول على قيمة F الحرجة نستخدم جداو F عند مستودة لخمسة بالمئة المسألة أعطتنا قيمة ألف خمسة بالمئة ودرجة حرية واحد ودرجة حرية اثناش إذن نحصل على قيمة F الحرجة للعامل الأول للحصول على العامل الثاني عند مستودة لخمسة بالمئة درجة حرية أول اثنان ودرجة حرية ثاني اثناش وأيضا التفاعل أيضا عند خمسة بالمئة ودرجة حرية اثنان واثناش كيف يتم الحكم على النتائج أو استخلاص النتائج هناك طريقتان طريقة الأولى عملية مقارنة قيمة F مع قيمة F الحرجة فإذا كانت قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الحرجة نقول أن هناك فروق دال إحصائيا أما إذا كانت قيمة F أقل من F كما هو موجود للعامل الأول وهو نوع الدهان لاحظ البينت هذه قيمة F صغيرة مقابرا بالقيمة الحرجة إذن نقول هنا نقبل بالفرضية الصفرية والفرضية الصفرية تقول بأن متوسط استخدام الدهان الأول يساوي متوسط استخدام الدهان إذن لا توجد فروق دال إحصائيا خاصة بالفاكتور أو العامل الأول بالنسبة للعامل الثاني بنفس الطريقة قيمة F المحسوبة كانت صغيرة جدا مقارنة بقيمة F إذن هنا نقول بأنه لا توجد فروق دال إحصائيا بمعنى آخر نقبل الفرضية الصفرية والفرضية الصفرية تقول بأن متوسط استخدام وقت التشفيف الأول مساوي لمتوسط استخدام وقت التشفيف الثاني مساوي لمتوسط استخدام وقت التشفيف الثالث إذن هنا لا توجد فروق معنوية أو فروق دال إحصائيا أما بالنسبة للإنتر أكشن أو للتفاعل ما بين هذين العاملين فقيمة F هي 25 و 26 بالألف هي أكبر من قيمة F الحرجة وقيمة تقريبا 3.88% إذن نقول هنا بالنسبة للتفاعل نرفض الفرضية الصفرية طبعا الفرضية الصفرية للتفاعل دائما تنص على عدم وجود تفاعل إذن رفض الفرضية الصفرية معنا أن هناك تفاعل إذن نقول بأنه يوجد تفاعل ما بين هذين العاملين وهذه الطريقة التي تم الاستخلاص النتائج باستخدام برمجية الإكسل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله